أضخم رجل من صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام كان من شدة ضخامتي في الجاهلية قبل كل معركة يأكل ثور لوحده يا الله واتفق العرب جميعهم على أنه فارس العرب في الجاهلية والإسلام إنه الصحابي الجليل أبو ثور عمرو بن معد كريب الزبيدي المذحجي اليماني رضي الله عنه فارس اليمن قدم على النبي مع وفده الزبيد فأسلموا جميعا كان هذا الصحابي الجليل مثل المدرعة في معارك المسلمين يقص جوش الأعداب لا تردد عمرو بن الخطاب كان عظيم الهامة لكن عندما ينظر إلى هذا الصحابي كان يقول سبحان الذي خلقنا وخلق هذا تعجبا من عظيم خلقته وهو صاحب سيف الصمصام المشهور عند العرب وما زال أهل اليمن يفتخرون به والعرب إلى الآن وكان منقوشا على هذا السيف ذكر على ذكر يصول بصارم ذكر يماني في يمين يماني ومات هذا الصحابي عطشا في منطقة بابا عمر في حمص وسميت باسمه إكراما لهذا البطل ترجمة نانسي قنقر